مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليه بالسوشال ميديا هي وسائل ومفاهيم للتواصل الإلكتروني جعلت من العالم وحدة واحدة مترابطة الأبعاد وحولته إلى مدينة كونية أثرت في جوانب الحياة كافة خلال العقدين الأخيرين الطرق الصحيحة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي تعكس الأسلوب الحضاري في طريقة فهم التوكلونوجيا الحديثة حيث تساهم مواقع التواصل الاجتماعي بتعزيز ثقافة الحوار والقيم الإيجابية والحفاظ على السلام المجتمعي ولعبت مؤسسات الإعلام دورا كبيرا في تطويع هذه المواقع لنشر وتنوير المجتمع وإثارة القضايا التي تخدم الوطن وتعزز من الانتماء له وتلعب وسائل التواصل الاجتماعي في جانب آخر بفتحها أبوابا للتسوق الإلكتروني في خطوة غيرت مفهوم التجارة التقليدية وفتح آفاق جديدة للمستهلك للوصول إلى الأسواق العالمية ومنتجاتها المختلفة وفي مقابل الإيجابيات هناك مخاطر وسلبيات محتملة لمواقع الشبكة العنكبوتية فهي تشكل تهديدا لأمن واستقرار المجتمعات إن استخدمت بطرق خاطئة وذلك عبر نشر الإشاعات أو الإساءة للآخرين وانتهاك حقوقهم الخاصة ولمواجهة تلك السلبيات وضع قانون الجرائم الإلكتروني وتقنية المعلومات للحد من انتشار الظاهرة السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي وإرساء القيم الأخلاقية بين مستخدمي التواصل الاجتماعي بالقانون ومحاسبتهم كما لهذه المواقع جوانب سلبية اجتماعية فهي قد تضعف العلاقات الإنسانية والتفاعل الاجتماعي مما يؤدي إلى العزلة عن الواقع كما تؤدي إلى هدر للوقت مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة عنكبوتية أثرت في جوانب الحياة محت الحدود بين الدول انطلقت شرارتها خلال العقدين الماضيين لتكون منارة علم ومعرفة لكن بقواعد وأخلاق وحدود